وخلال اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تحقيق التعاون والتنسيق التام بين جميع الجهات والأجهزة لسرعة احتواء ومجابهة مختلف أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة وأشار مدبولي إلى دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة المؤحدة ومؤمنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقا لأحدث المعايير العالمية كما نوه أيضا مدبولي إلى المتابعة الرئاسية الحثيثة لمستجدات الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة التي يأتي تنفيذها ضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية المؤحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الشبكات